انا مش لاقي حاجة اقولها وربنا يكون فعوني وفعوني الشعب المصر او الله العظيم ده اوسخ سيناريو انا شفته في حياتي ايه يا جماعة حرقت الدم دي انتوا بتعملوا فينا ليه كده انا ما عرفش بصراحة محدش يقولي اصلا عمله اللي عليهم واصلا ييله اللي عليهم ولا يلا يا سيد ولا عمله ولا نيله ولا عي نير ماستحملوش ضغط جماهير المفروض ان دي لعيبة محترفة لعيبة محترفة يا عم محمد صلاح كنت ركز في المصر وهنجب لك اللي شاتمك ورفع يفطبي اجتمك انت واهلك واننا جبناه والله العظيم نتكتب بس ركز في المصر يعني الطعم الطب النهاردة يظهر اكتر منك في الكاميرا يا سلاح الطعم الطب يظهر في الكاميرا وانت ما تظهرش انا عمال ادور عليك طول المصر انا مش لاقيك لا لايك ولا لايك اللي بيلعب ضدنا اللي اسمه محمد ان اني اللي ان شاء الله يروح ماشي والله يروح ماشي من هنا على انصن على طول انما تيجي بقى في سيناريو ضربات الجزاء ألاقي محمد الشناوي الكرة الاولانية الضيع من كل بالي يخش محمد صلاح قلنا يعني هو الراجل كابتن الفريق الريادة بتاعتنا والقاعد بتاعتنا هيحطها ألاقي محمد صلاح بيلعبها بدون تركيز يلعبها فوق المرمى كرة سلوخية بعدها يخش سيسيد الشناوي يصدها ألاقي الوادي اللي اسمه زيزو المفروض ان هو من افضل اللعيبة اللي بتلعب ضربات الجزاء في مصر ألاقيه برضو يضيعها بعد كده يخش عمر الصلاح يحطها بعد كده المصطفى محمد الأناكندا والبلدوزر واللي مش عارف ايه والنفخة الكذابة مفيش حد متمالك أعصابه وبعدين ما اسمهاش السنغال ما اسمهاش السنغال اسمها شركات الليزر للأنوار انت عمالتوا حطي الليزر الكلام ده مش ممنوع وما دام الكلام ده مش ممنوع بيتمنعوا علينا ليه في مصر ليه كده دايما تحذيرات وعدم استخدام الليزر ومحدش يخش بشاحن ومحدش يخش بسماعة وإزازة مية ومش عايز ايه ده ازايز المية حارت ورك الشناوي حارت وركه وفاخده والله العظيم وفي ظهره كانوا بيحدفوها والليزر على عيون الشناوي على وش الشناوي كأن الشناوي واقف في صالة ديسكو كأن الشناوي واقف في صالة ديسكو قاعد عمال يرقص الشناوي مش مركز ودخان وشوية تطفل نور تهدي عصابنا واللعيم الشايم جايين تعالجونا نفسيا تطفل نور علينا شوية ولقى الكشفات وتضربوا الجمهور المصري بتاعنا قبل المباراة وخمسة وخمسين ألف مشجع داخل الاستاد وخمسة وخمسين ألف مشجع خارج الاستاد والهجام ابن الهجامة رد السجون اللي اسمه أليوسيسي المدرب بتاعهم بضرب واحد قدبوه بتضرب واحد قدبوه بتحاول ان انت تتخانق مع كارلس كوروش كل الظروف وكل الأجواء كانت ضدنا ولكن الجمهور ده بيثبت لك ان انت ما عندك شكور القدم الجمهور ده بيثبت لك ان الجمهور اللي عندك ده أخره يأكل لبان سمرة ويوجع سنانه الجمهور اللي عندنا ده اللي هو بيشجع بالشوكة والسكينة الجمهور اللي بيقعد يقول على مصر ена روحتي ايجبت وبفتر بركفاس وباخد دير وباخد نيال هو ده مش جمهور الجمهور اللي هو الجمهور بتاع الالتراس وبتاع الوايت نايتس والجمهور اللي ب payoff دخلات والجمهور اللي بيحاول يسخن الاجواء ويحاول يعمل ضغط جماهيري على الحكم ويحاول يضغط على القصم ويحاول يعمل صافيرات استهجان وبتاع لكن انت مدخله هو لك انت مدخله لستاد مالت اليوم بتتحرك في دكار يا جماعة في العاصمة السنغالية في الاستاد بتاعهم انا عايز اعاية والله انا عايز اعاية جمهور هو ده عندنا جمهور زي ده وكان عندنا احنا بنلعب الدور بتاعنا من غير جمهور احنا ما عندناش جمهور مؤاهل انه يعمل ضغط جماهيري زي ما هم عمل هم منحاياهم يعمله كل حاج احنا مش منحايانا نعمل اي حاج ده حتى التذاكر يا مؤمن كانت بتروح للموظفين بتاعة البنوك وبتروح لبعض الوسائة وبتروح مش عارف ايه وبتاع واحنا نخش عشان نحجز يقولك معلش تم اغلاق الموقع اصل الموقع واقع اصل يا جماعة فيه 30 مليون واحد بيقدموا على الموقع دلوقتي اصلي مش عارف وهتفاجئ قلقي ناس كده تحس ان هي قاعدة في جراند كافي مش قاعدين في استاداته ويصور يقولك رحنا ايجبت وبنشجع مصر ومش عارف ايه وبتاع شايف شكل الجمهور بتاع السنغال يخد المشاهد المصر وهو قاعد في بيته الجمهور شكله يخد الجمهور شكله يرعب شماريخ وعمال يشعلها ليزر وعمال يحط عمال يحط شوية بكشفات الموبايل مش سايب اي حاج والجمهور كان شكله قوي جدا النهاردة المنتخب بتاعنا نازل مرعوب ليه نازل متوتر ليه نازل خايف ليه بتلعب كورة جبانة في اول 45 دقيقة ليه قاعدنا نقول الحمد لله ان سيناريو غانا ومصر ما تكررش وما خرجناش ستة واحد وما خرجناش نيل قدرت تلمي نفسك بالتغييرات اللي انت عملتها وشكرنا عم كروش ان ساحب تريزي جيه حتى احمد السيد زيزو يا زيزو كان ليه كورة بالهد كنت تقدر تحطها ادوارد مندي كان بتفرج عليها والكورة اللي بعدها يا عم زيزو كان برضو كان ممكن تحطها ولكن زيزو نزل عمل تغييرات حلوة وعمل شكل هجومي حلو المنتخب المصري وكان لينا افضلية في اخر نص ساعة كان شكلنا حلو جدا لما سحب عمر مرموش ونزل مصطفى محمد وقال لنيني شكرا لحد كده يا عم نيني ما شوفش وشك تاني ما شوفش وشك تاني اكيد كارلس كوروشو واق الجمعة وياسام الحضري ومحمد شوي ودياء السيد زيزو ومنك يا عم نيني انت كل شوية في الملعب عم ما نتفرج عليك توقع تعمل كده وتوقع تعمل احنا جايبين اشار جي انت شغال امين شرطة انت واقف اشارة مرور يا اخي حاول تهجم يا اخي حاول تقطع كورة يا اخي 40% من بساطك كلها غلط يا اخي كل البساطة اللي عملت يا اخي لا عارف تستلم ولا عارف تعمل اي حاجة شكل الدفاع بتاعنا النهاردة برضو كان متقطر حبتين ما كانش فيه غير ياسر إبراهيم رامي ربيعة يا دوبك عمل سبرينت واغبالك مع ساد يوماني انتقل للرفيق الاعلى رامي ربيعة بسم الله ما شاء الله وقالك صلاة الجنازة بعد يومين ان شاء الله لحد ما نتأكد المتوفي مات شهيد ولا مات بسكتة قلبية رامي ربيعة ما قدرش يستحمل الضغط ما عندكش كوادر في قلب الدفاع يعني لما محمد عبد المنع متصاب ومحمود حمد الوينش بقينا في ورط والله بقينا في ورط عمر جابر كمان ما قدرش ان هو يستحمل ونزلنا امام عشور ونزلنا ايمن اشرف وكلنا حطين ايدينا على قلبنا انه لبسنا في ضرب الجزاء ولا اي حاج وما زال محمد انين يفضل فترة كبيرة ان هو يلعب وانا برضو ما عرفش انت بتلعبه ليه يا عم كروش ولكن نوصل لضربات جزاء يضيق هم كورتين ونقول لهم علي وانا علي علي وانا علي هتضيع 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 ايه داخلين منافسة هم يضيعوا ضرب الجزاء احنا نضيع ومن اللي يضيع محمد صلاح ما عرفش بصراحة يا أصوات محمد صلاح انا اول مرة اشوفك متخازل كده اول مرة حد يقول لي اصليك كلبال يا علي كان مسكوا اصلاك مش عارف ايه ما احنا شوفنا سادي يوماني سادي يوماني كان قادر يتحرك اسماعيل صار وابو ناصار والوادي الوادي اللي هو الهجوم بتاعهم اللي جاب فينا الجون اللي عم احمد فتوح بيعمله اسست عم احمد فتوح بيعمله اسست والله بيعمله اسست قال له لو كلبالي ما عمل لكش اسست ولا نيكولاس مندي ما عمل لكش اسست ولا حاجة فانا جاهز عمل له اسست في اول ثلاث دايق وتحطت فينا جون الكورات بتاعتنا ما بتتعتش الفولات بتاعتنا ما بتتعتش الفار اللي كان بيدير المباراة برضو ما كانش منصف كان فيه حالات طرد تستوجب الطرد المخالفة اللي خدها عمر جمال عمر جمال ومع ذلك برضو ما فيش اي مشكلة ولا في اي حاجة بتتحسب لنا ولكن يا جماعة ده مطش بيتكرر مرة كل اربع سنين دي بطولة بتتكرر مرة كل اربع سنين اين الدروس اللي احنا تعلمناها من خسارة المنتخب السنغالي لما خسرنا في نهاية امم افريقيا وبرضو كسبنا ضربات جزاء احنا متعلناش اي حاجة احنا كنا بنلعب كورة جبانة النهارة احنا ملعبناش غير مثلا عشرين او تلاتين دقيق ويجي في ضربات الحظ وفي سيناريو ضربات الجزاء هم يضيعوا وانتا تضيعوا وحاجة كده ما يعلم بها اللي ربنا ربنا يحرق دمك والله ربنا يحرق دمك احنا ولا كنا هناخد منكم مكافئات ولا كنا هناخد منكم نيلا ولا بتاع حتى الجالية المصرية والجمهور اللي انت بتجيبه لما القامرة جات عليهم ألاقي واحدة مسكة بنتها الصغيرة وبتأكلها كأنها مثلا بتتفرج على فيلم باكمان ولا زبيدرمان ألاقي واحد مش بصص للمباراة اصلا ألاقي واحد كله هو مهتم انه يعمل ستوري ويصور ومش عارف ايه ما فيش حد بيهتب باسم مصر النشيد بتاعنا الوطني حتى لغوشته عليه يعني حتى النشيد لغوشته عليه ما كانش فيه اي احترام من الشعب السنغالي اللي يعتبر شعب همجي ولا احترام للإدارة السنغالية ولا اتحاد الكرة السنغالي ولا فيه اي حد قدر انه يقدرنا وقدر يبص بعين الاعتبار ان احنا يوم الجمعة اللي فاتت كنا بنلعب في استاد القاهرة المصري ومحصلش ايه مشكلة محصلش ايه مشكلة مش انت يا عم سادي يوماني نزل والجمهور قاعد يحييك وقاعد يشجعك النهاردة محمد صلاح كان بيحاول يكلمك بتبص له كده بتكبر ولا عايز ترد عليه ولا اي حاجة انت ما كانك دقة الاحتياط ان شاء الله كلوب هيفعلها باذن الله في مباراة السبت القادم ولكن انا كان نفسي يبقى عندي روح رياضية واقول الف مبروك للشعب السنغالي بس انا هقولها ازاي والشعب السنغالي تعرض لي الجمهور المصري هقولها ازاي والشعب السنغالي حجب علي النشيد الوطني بتاع بلادي وانا ما عملتش حاجة زي كده لما جالي هقولها ازاي برضو اللعيبة بتاعتنا سدى نفسينا اخر حاجة المفروض اللعيبة بتاعتنا دي تخرج وتيجي كده على اسم اول بتاع مدينة نصر وتعمل لها تحقيق ونفتح مخضر كده ونكتب لماذا كنت متخازل عزيزي اللعب المصري والاجابة اصلي كنت خايف من الاجواء بتاعت الجماهير اصلا كنا ابوي امربيني في فرنسا وعارف هم بيقولوا ايه وبيهتفوا يقولوا ايه وبتاع ما جوم هنا ما احنا برضو ما عملناش اي عادنا نهتف وعادنا تنايل هما ولا اتأثروا ولا نيل كان ليهم افضلية في شوت ولا بتاع وانت هناك ما عملتش اي حاجة حزبي الله ونعم الوكيل حزبي الله ونعم الوكيل الله يحرق دمكم